هنا في هذا المنزل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة قسمهم المشترك معاناة الإعاقة أم وابنيها تعرض كل واحد منهم إلى حادث مختلف جعلهم أسرى لكراس متحركة علي هو الإبن الأكبر أب لستة أطفال قدر الله تعالى له أن يفقد رجليه وعددا من أصابع يديه ذات يوم من عام 2009 حينما كان يعمل كحارس بلدي الحادث الثاني كان ضحيته خالد الذي صار بين لحظة وأخرى أسير الفراش مصاب بشلل نصفي في الجزء السفلي من جسمه إثر سقوطه من أعلى شجرة زيتون خالد فقد طعم الحياة بفقدانه القدرة على السير لكنه ظل يأمل في الشفاء فوجد الحل بإحدى المستشفيات في الصين لكن ثمن العملية حال دون علاجه خاصة وأنه من عائلة فقيرة تعيش ظروفا جد صعبة والدت علي وخالد هي الأخرى لا تستطيع السير بعد تعرضها لحادث مرور لكنها لا تأبه لنفسها وتبكي بحرقة من أجل ابنيها وهي لا تملك لهم سوى الدعاء وتوجيه نداء لكل من يصدع مساعدة فلذة كبدها هي معاناة بصور مختلفة وحياة شقاء زادت من صعوبة ظروف وقساوة الحياة